أجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري طلبت زيادة تكلفة الخاصة بتطبيق التقنية في المباراة الوحيدة وقال علام أن الشركة طلبت زيادة تكلفة في المباراة الوحيدة لتكون 5000 دولار بدلا من 3000 دولار كما كان في السابق وتابع أن اللجنة الخماسية برئاسة عمر الجنيني عند التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو اتفقت على أن تكون التكلفة 3000 دولار للمباراة الوحيدة تتحملها الشركة الرعية للاتحاد وأوضح أن اللجنة الخماسية ثم الثلاثية التي تولت المهمة بعدها لم يسلمان الشركة الرعية الملف الخاص بتطبيق تقنية الفيديو وبناء عليه رفضت الشركة تحمل التكلفة حاليا أما بعد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية فقال أنه فوج أن تحاد كرة القدم أرسل خطابا يخطره فيه باستكمال الدوري من دون تقنية الفيديو وأضاف دياب أن تحاد الكرة فصر قراره بعدم توفر سيولة مادية لسداد مستحقات الشركة المسؤولة عن تطبيق التقنية بجانب أن الأندية عليها ذيون مستحقة للاتحاد وقال أن رابطة قامت بالرد على خطاب اتحاد الكرة بخطاب نرفض خلاله قرار الجبلية والتمسك بتطبيق تقنية الفيديو وأوضح أن الأندية زددت رسوم الحكام قبل بداية الموسم وفقا لما قرره الاتحاد لكن الزيون التي يقصدها مسؤولي الجبلية تتعلق برسوم الانتقالات وتسجيل اللعبين وشدد أيضا دياب على أن رابطة الأندية تتمسك بتطبيق تقنية الفيديو في مباراة الدوري وترفض قرار اتحاد الكرة مؤكدا أنه يجب على مجلس الجبلية تحمل مسؤولياته يمكن ذي كانت كل أخبار اللي معنا النهاردة بس أخد منكم تعليق سريع على فكرة الصراع يعني ما بين رابطة الأندية وما بين الجبلية أو التحاد الكرة في فكرة المنسوبة لإلغاء تقنية الفيديو يمكن شوفنا مباراة كل سوشال ميديا أو مواقع تواصل الاجتماعي بتتكلم عن تصريحات مباراة جمال علام طبعا على مختلف الوسائل الصحفية أكيد يعني لا صوت يعلو فوق صوت طبعا مباراة الندي الأهلي والهلا السوداني ولكن طبيعي جدا نحن نتناقش في نقطة أهمة زي دي ملف ده ملف مهم جدا يا مريم لأن ملف تقنية الحكم الفيديو المساعد ترجمة نانسي قنقر